موسيقى من 4 سنين تقريباً اتفرجت في ألمانيا على عرض راقص الجيرانبال وكان اسم العرض ديث إيبنت أو معاق وهو عرض عمله مع مصرح في سويسرا في الزيوريخ اسمه مصرح هورا ومصرح هورا ده بقاله وعشرين سنة الفرقته كاملة مكونة من معتحد إعاقة وأغلبهم إعاقة زهنية وأنا العرض كان فنياً كان عرض مهم جداً وأنا بحاول أجيبه مصر بقالي سنتين يعني جودة العمل الفني هي اللي خليتني أنا شخصياً بتليت أهتم بالموضوع وبتليت أبص عليه أكتر وروحت حضرت معاهم بروفات في سويسرا وده اللي دا لي الفكرة أن أنا أخلي فوكس مهرجان دي كاف جزء منه للخمس سنين الجايين على الموضوع ده لأنه بعده الفني وبعده الاجتماعي أنا في رأيي مهمين جداً بالتعاطي من الأشخاص بكي عندما نذهب إلى مكان أكثر في المعلمين في المناطقين من المناطقين لنشفرين العرصة أعتقد أنه يشعروني بكيفية الناس وأنه ليس كثيراً يكون ذلك كذلك أعتقد أنه مهمة جداً أنا أعرف من الصفغة و أي شخصي أعرف أنه لا يقولوني أنه جدًا بإمكانهم لكننا نستطيع ان نتعامل بشكل مستقراص و احتفالي أظن أنه يدفع من هذا العمل كل شخص يجدون جديد وكل شخص يجدون جيدة وإنها تريدون تحديد طريق التمراض أو كانت تحديد من التحديد عاملًا تحديد مرة أخرى نحن 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 نجد طرق جديدة إن إحنا نخلي الناس تطلع من بيوتها وأحلى حاجة في العروب دي إن فيه ناس سفرت يعني ما كانتش من القاهرة بتيجي كل يوم عشان تحضر الريهيرسلز بتاعة العرضين وكان بيجوا ويعودوا في القاهرة هنا علشان يتمرنوا ويخشوا العرض فإحنا لقينا إن الناس نفسها عايزة جدا فيه استجمع قوي في مصر إن الأهالي اللي عندهم ولادة عندهم إعاقة بذات لو الإعاقة زهرة بيحاولوا شوية يخبوا الولاد فالرأس والفنون وإن الواحد يتواجد في المجتمع بالقوة دي دي رسالة لكل الأسر إن هما ما يميزوش ضد أولادهم بإن هما يخبوهم اشتركوا في القناة في مجال جديد لسه بيدخل أول مرة في مصر ويمكن في المنطقة العربية بيحتاج إنه كوادر كتير تتخلق سواء الفنانين اللي هما بيشتركوا الأول مرة مع ناس متحدة الإعاقة في عمل فني أو سواء متحدة الإعاقة ذاتهم اللي بيشتركوا في تجربة بتبقى فريدة بالنسبة لهم لأنهم دائما متعودين على تجارب يمكن أكتر وقعية عن أنهم يعملوا عرض رأس أو عرض مصرح أو الكوادر اللي بتساعد فدي كلها بتاخد وقت محتاجين إنه إحنا ناخد العرض ده أو العروض دي ونعرضها ونبرزها في دول مختلفة زي الإمارات السعودية البحرين يعني الأردن هما حابين إن التور أو الروتشو ما يبقاش بس على العروض يبقى كمان فيه فدريبات وراش عمل لشعوب أخرى المومنتوم is starting to build I think and I think it's really important that it doesn't just become an annual thing but that there's programming throughout the year and also looking I mean yes this is about theater and dance but for example I know colleagues in the UK are working with musicians with disabilities looking at how instruments can be adapted so it's you know it's much wider than just theater and dance it's in film it's in music obviously there's a very long history of literature and audio books and braille books and things like that so it's you know it's just trying to look at all the possibilities to include as many people as possible in either producing artistic work or or taking part in artistic production